تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في رابع تعاملات الأسبوع وسط استمرار النهج المضاربي الذي تركز على عدد من الأسهم الصغيرة مؤشر كويت 15 كان الأكثر تأثرا من حيث الخسائر في جلسة اليوم حيث فقد ما يقارب الست نقاط من قيمته المزيد من التفاصيل نتابعها في تقرير الزميلة رزيقا موفق وصل المؤشر السعري لبورصة الكويت في ختام الجلسة ما قبل الأخيرة لهذا الأسبوع ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي بواقع 12 نقطة و 13 نقطة متماسكا عند حاجز 7000 نقطة فيما عكس اتجاهه الوزني متراجعا بنقطة و 17 نقطة وكذلك مؤشر كويت 15 فالذي فقد نحو 6 نقاط من رصيده وانتعشت السيولة ساعة الإغلاق لتبلغ حوالي 26 مليون و 600 ألف دينار في حين بلغت الكميات نحو 272 مليون و 700 ألف سهم تمت عبر تنفيذ 5 412 صفقة وكانت أسهم شركات التعمير للاستثمار العقاري ورمال الكويت العقارية وكذلك الكويتية السورية القابضة الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات الامتيازات الخليجية القابضة وأجوان الخليج العقارية وأخيرا شركة بيت الطاقة القابضة الأكثر ارتفاعا ترجمة نانسي قنقر